وينضم إلينا من موسكو بسام البني الكاتب والباحث السياسية أهلا بك سيد بسام يعني بداية لماذا هذه الدعوات المتكررة لإجراء الاستفتاء في أكثر من مقاطعة مع عدم حزم عسكري فعليا على الأرض أسعد الله أوقاتك وأوقات مشاهدين قناة الغد الكرام يعني هذا الموضوع واضح للعيان سببه هو القصف الممنهج لقوات كيف لهذه المناطق المدنية وهم بالفعل قد تم استفتاء في عام 2014 من جمهوريتي دانيس كولوغانسك الشعبيتين عندما صوتوا على الانفصال عن أوكرانيا وكان من المقرر أن يصوتوا على الانضمام إلى روسيا في تصويت آخر يبدو أنه آن الأوان لهم أن يصوتوا على هذا الانضمام وانضمت إليهم أيضا منطقة خرسون ومقاطعة زبروجيا بسبب التعنت الأوكراني وبسبب رفضهم للانقلاب الدموي الذي حدث عام 2014 والمعاملة العنصرية لكل من هم مناطق من روسية أضيف إلى ذلك أن الانسحاب من خاركوف جعل هذه المناطق تسرع في الطلب من روسيا قبولهم ضمن الاتحاد الروسي الفيدرالي لأن روسيا لن تملك عندها ترف الانسحاب حتى تحت ضغط الهجومات المعاكسة التي قد تحدث وسيكون لها الحق القانوني ضمن القانون الروسي بالدفاع عن أراضيها إذا ما اعترفت هي بهذا الاستفتاء وقبلت انضمامهم عندها سيكون من واجبها الدفاع عنهم حتى آخر سلاح ممكن هذا الموضوع يؤهل القيادة في روسيا لإعلان الحرب إذا ما تم استهداف هذه المناطق وخصوصا إذا ما تم استخدام المدنيين فيها هل تعتقد أن المجتمع الدولي لن يفعل أي شيء تجاه هذه الدعوات للاستفتاء؟ سمعت ما قلته عن موضوع ماكرون وأنه لن يكون هناك اعتراف دولي بهذا الموضوع هو يقول ما يريد وروسيا تفعل ما تريد قالها بوتين وشرحها بالشكل المفصل عن موضوع قانونية هذا الأمر عندما قال أنهم أوجدوا سابقة في كوسفو عندما أوجدوا شيء اسمه يستطيع الشعب تقرير المصير دون الرجوع إلى حكومة المركز وبالتالي هذه الجمهوريات وهذه المناطق من حقها أن تقرر مصيرها بنفسها حسب القانون الأمم المتحدة الذي طبخ في كوسفو هذا يعني أنهم قرروا ذلك وهم طلبوا مننا المساعدة وبناء عليه جنا لمساعدتهم وهم من حقهم أيضا أن ينفصلوا عن أوكرانيا وقد صوتوا بالفعل يعني لوغانسك ودانيزك صوتوا في 2014 والآن يصوتوا بالإضافة إلى خرسون وزبروجيا للانضمام إلى روسيا إذا ما تم الانضمام هذا تعتبره روسيا قانوني ويعني بنفس المقياس التي قاست به الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها عندما قسموا غوزلافيا واعترفوا بانفصال كوسفو من طرف واحد عن طريق سربيا يعني أوكرانيا ترى فيها محاولة واضحة لتفكيكها بعد هذه الدعوات برأيك سيد هل سيسهل على روسيا السيطرة فعليا على هذه المقاطعات عسكريا؟ بكل تأكيد هي مسيطرة بالفعل ولكن هناك أحراج لدى القيادة في روسيا هي أما عن تعلن الحرب وتستخدم كل الأسلحة الموجودة لديها من أجل حماية أراضيها أو الانتصار في هذه العملية العسكرية وهذا يسبب إحراجا للقيادة لأنه بقانون الداخلي لروسيا لا يمكن إعلان الحرب على أراضي غريبة إلا إذا تعرضت الأراضي الروسية للخطر وكون هذه المناطق ليست أراضي روسية لا يستطيع الكريملين إعلان الحرب باعتقاد الشخصي هذا التمهيد فيه رسالة واضحة للغرب أنه إذا تم ضمهم واستمريتهم في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا والآتداء على هذه المناطق ستعلن روسيا عندها الحرب وشتان بين الحرب والعملية العسكرية الخاصة العملية العسكرية الخاصة لها قواعدها ولها أساس اشتباك أما الحرب فكل شيء مباح قد يستطيع ضرب المناطق الحيوية اللوجستية البنية التحتية المدنية إلى أن تستطيع استهداف زيلانسكي إلى آخر من هذه المقاط سيد بسام هل إجاء الاستفتاء يوطي الشرعية لضمها لروسيا؟ أنا أجبتك عن هذا الموضوع قانونيا هناك سابقة هي كوسوو أعطيتك الإجابة قانونيا هناك سابقة اسمها كوسوو قالوا أن أي شعب يستطيع تقرير المصير دون الرجوع إلى حكومة المركز واعترفوا بانفصال كوسوو في هذه الحالة تنطبق هذه الحالة على حالة كوسوو الدانيالسك والوغانسك الشعبيتان كانوا قد صوتوا على الانفصال عن أوكرانيا عام 2014 لأنهم لم يقبلوا بالحكومة التي جاءت الاعتراف بالحكومة التي جاءت عن طريق الانقلاب كما فعلت شبه جزيرة القرم وقتها بالمناسبة لهذا قانونيا حسب الأمم المتحدة وحسب سابقة كوسوو يكون بشكل قانوني قد انضموا إلى روسيا إذا ما قرروا ذلك وقبيلة روسيا شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة كنت معنا من موسكو بسام البني الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك